أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تسعى دوما إلى توسيع علاقاتها التجارية والاقتصادية والدفع بها نحو آفاق أرحب مع الدول الأسيوية الصديقة وتوطيد علاقات التعاون الثنائي بين تلك الدول بما يخدم التوجه الحالي للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة المنشودة والنهضة الاقتصادية الجديدة التي بدأنا بها لتعزيز موقع المملكة الاقتصادي ورفع تنافسيتها والعمل على تنمية الاستثمار وتشجيعه مشيرا سموه في هذا الصدد إلى ما تحقق من علاقات التعاون المشترك بين مملكة البحرين وكوريا الجنوبية في الفترة الماضية من خلال الزيارات المتبادلة على مختلف المستويات والتي كان لها أثرها في تعزيز أطر الاتفاقيات الثنائية وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر أرفع اليوم سعدت السيد باركو سفير كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين حيث أكد سموه دعمه للسفير الكوري في المملكة بما يسهم في تسهيل مهام عمله الدبلماسية متمنين سموه له التوفيق والنجاح وأضافها سموه أن العلاقات الممتدة التي جامعت بين مملكة البحرين وكوريا الجنوبية ساهمت في تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية والمضي قدما نحو بناء المزيد من العلاقات الاقتصادية والثقافية واستقطاب المزيد من الاستثمارات بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين ويدفع بعجلة تدمية الاقتصادية من جانبه عرب سعادة السفير الكوري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد ناب القاد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبليه سموه من اهتمام بتطوير العلاقات البحرينية الكورية ودعم التعاون بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر